صلاة الخيام أذابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعنور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ولعين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصوفة وزوجناهم بحور بعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاهية ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفطين فمن الله علينا ووقال عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكي فما أنت بنحمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاؤون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتموا سمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكسبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يعوا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبع لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح لحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبارا نجوم الله أكبر الله أكبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آسى ومن آسى الثالسة الأخرى تلك إذا قسمة ضيزى ألكم الذكر وله الأنتى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنتى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطان أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم غير فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنتى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد للأولى وتمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمير وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتجي مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسن السمير تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعب فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت تبود بالنذر فقالوا أمشرا منا واحدا نستبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلنا قت فتنة لهم فاردقلهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فناجوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قولوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فدوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقير فدوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدير أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدير الله أكبر الله أكبر